اسم التجربة التمدد الحراري Thermal Expansion الهدف من التجربة التعرف إلى كيفية تأثير الحرارة بتمدد الأجسام الفلزية عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة مسك الأدوات من المقبض المخصص لها وعدم لمس الجسم الفلزي والتعامل مع مصدر الحرارة بحذر أدوات التجربة كرة فلزية مع مقبض حلقة فلزية مع مقبض لها قطر داخلي أكبر بقليل من القطر الخارجي للكرة لهب بنسين خطوات إجراء التجربة نتأكد أن الكرة الفلزية تدخل وتخرج بسهولة من الحلقة الفلزية نسخن الكرة الفلزية على لهب بنسين دقيقتين نحاول إدخال الكرة الساخنة في الحلقة الفلزية فنلاحظ أن الكرة الفلزية لا تستطيع الدخول في الحلقة الفلزية ننتظر مدة من الزمن حتى تبرد الكرة ونكرر محاولة أدخالها إلى الحلقة الفلزية فنلاحظ أنه أصبح باستطاعات الكرة الفلزية الدخول والخروج بسهولة من الحلقة الفلزية النتائج عندما ترتفع درجة حرارة المواد الصلبة مثل الفلزات تزداد الحركة الاهتزازية للجزيئات فيها ما يؤدي إلى زيادة حجمها وعندما تبرد تعود إلى وضعها الطبيعي أي أن المادة لا تتغير اشتركوا في القناة